أهلا بكل مشاهدينا من سنة 48 والغاية دلوقتي والشعب الفلسطيني بيعاني من حملات ممنهجة للتهجير وكمان الاستلاء على الأرض وتزييف التاريخ قتل الأبرياء في واحدة من أكتر الحروب دموية في التاريخ الحديث نقدر نقول أن الحرب دي سقط أو الحروب دي سقط خلالها ألاف الشهداء وعانى الشعب الفلسطيني اللي لا يزال بيعاني من نكبات متتالية كان آخرها اللي بيحصل في غزة من أكتر من سبع شهور من حرب استهدفة أطفال ونساء ومدنيين عزل كعادتها دائما كانت مصر وما زالت هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعم للأشقاء الفلسطينيين في هذه المأساة المستمرة اليوم ونحن نحيي ذكرى النجبة الفلسطينية في أجواء بتتسم بحملات تهجير قصري وإبادة جماعية في القطاع المحاصر اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى ونتحدث أيضا عن الدور التاريخي اللي قامت به مصر مع الأشقاء الفلسطينيين يمكن محاور كتير جدا حنحاول أن نحن نلقي فيها الضوء نفهم ما حدث في النجبة وما حدث بعدها ولماذا سمي هذا اليوم بالنجبة ومن الذي أطلق عليه هذا الاسم ولماذا دائما تحرس النساء الفلسطينيات على أن هم يتصوروا وهم حطين هنا المفتاح بتاع بيوتهم محاور كتير جدا حتكلم معنا بتفصيل وبصحبتنا الدكتور جمال شارة وسادة التاريخي الحديث والمعاصر صباح الخير الدكتور من ورى النهر صباح الخير أهلا وسهلا أهلا بحضرتك النكبة مصطلح يمكن اللي خلى الشعب الفلسطيني يحيي ذكرار رسميا هو الزعيم ياسر عرفان ولكنه يوم في الزكرة الوطنية الفلسطينية من قبل 48 من ساعة ما بدأت الحملات التهجير ضد الشعب الفلسطيني لو تكلمنا عن هذا الملف بالتحديد أو هذا يعني المحور بالتحديد خليني الأول أترحم على أرواح الشهداء شيوخ ونساء وأطفال وشباب غزة اللي راحوا ضحية الهجمة الأخيرة الهجمة الشرسة الأخيرة وخليني يؤكد أن التاريخ حكم بالفعل على حكومة نيتنياهو بأنها حكومة مجرمة حكومة بتقوم بإبادة لشعب فلسطين النجبة يعني نحن لا نحتفل بالنجبة نحن نحتفل بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه النجبة أو بنوحي ذكرها يعني بنوحي ذكرى صمود الشعب الفلسطيني رغم النجبة اللي حلت بفلسطين وحلت بالجيوش العربية أيضا وهنا لازم نتوقف أنه التصور العربي عن الجيش الصهيوني اللي حيقابلوه في 48 كان تصور خاطئ ما كانوش فاهمين أنه هم هيقابلوا قرابة المئة ألف فرد إسرائيلي مدرب منهم جنرالات حضروا الحرب العالمية الثانية وحصلوا على خبرات عالية جدا في الحرب العالمية الثانية ولذلك الجيوش العربية اللي دخلت ولا يتجاوز عدد الأفراد 14 ألف تقريبا فرد وجهت مش بعصابات صهيونية وجهت بجيوش مدربة وخطط مدربة بينما وده حضرتك اللي بتسأل عنه بينما الجيوش العربية دخلت بدون خطة وطبعا الوضع في مصر وفي العالم العربي في هذا الوقت كانوا دول واقعة في قبضة الاستعمار البريطاني والغرب هو متآمر أيضا من أجل زرع هذا الكيان السرطاني الصهيوني في قلب فلسطين وبالتالي الهزيمة أو النجبة التي وقعت في 48 مسؤول عنها عدم التخطيط في جيوش داخلت ما تعرفش أساسا هي هتعمل أي شوء التقدير قرار الملك فاروق بدخول مصر حرب فلسطين جاء فجأة بالنسبة للجيش المصري التفوق في الأسلحة وعدد الأسلحة ويمكن أنا ريت كتاب بعنوان الرواية الرسمية الإسرائيلية عن حرب 48 من الأشياء اللي موجودة في هذه الرواية أنه هم استعدوا من الثلاثينيات بصناعة ما يعرف الرشايرش الإسرائيلي الرشاش الصغير ده وصنعوا تحت بير السلم في فلسطين قرابة 33 ألف رشايرش عشان يستعدوا لليوم اللي حيبقى معروف أنه العرب حيتحركوا فيه ضد إسرائيل أو ضد هذا الكيان السرطاني وبالتالي إحنا دخلنا حتى جغرافيا ما نعرفش كل الجيوس العربية على فكرة اللي دخلت بشكل ده طبعا الأسلحة ما كانتش عند المستوى والأسلحة بالنسبة للجيش المصري أسلحة كانت مستخدمة بلاش نقول الأسلحة فاسدة لأنه ثبت أن هي أسلحة مستعملة في الحرب العالمية الثانية وتجار السلاح مع الملك فاروق اشتروا هذه الأسلحة وسلحوا بيها الجيش المصري مش زي ما إحسان عبد قدوس قال بقى أنها مدافع بترد في صدر الجندي المصري لا هي مستعملة وبالتالي مش في كفاءة الأسلحة اللي كان بيتسلح بيها العدو أيضا عدم التعاون بين هذه الجيوش أعتقد المشهورة قوي لما تقدم الجيش المصري ثم وقع في حصار الشهيل اللي هو حصار الفلوجة وطلب مساعدة من الجيش العراقي أو القوات العراقية اللي كانت على مقربة منه فكان الرد ماكو أوامر ماكو أوامر يعني مافيش أوامر لمساعدة الضباط والجنود المصريين كنتش فيه تعاون ماكانش فيه تعاون ولا فيه تخطيط ولا فيه أسلاح تنسيق يمكن نقول ماكانش فيه تنسيق أكتر ما بين الجيوش العربية مافيش تنسيق مافيش خطة القائد القائد العام للجيوش العربية قائد إنجليزي الجنرال جلاب الأردني القائد الجيش الأردني وقائد عام طبعا البطولات اللي عملها الجيش المصري في حرب 48 كلها راحت هباء بسبب الهدنة الأولى ثم الهدنة الثانية ثم الانسحاب ويكتب التاريخ أن هنا بقى النجبة أنه خلاص زرع وأعلن قيام هذه الدولة في قلب فلسطين مافيش أرقام محددة عما حدث في النكبة من ضحايا ومن شهداء ومن إصابات ولكن نقدر نقول أن يمكن كانت عشرات الألاف وإن كانت نقدر نقول أننا مافيش العلام لا يحرك ساكنا هو فيما يتعلق بمصر الإحصائيات بتاعتنا بتقول أنه عبر الصراع المصري الإسرائيلي ومنذ 48 إحنا فقدنا ما يزيد عن مئة ألف جندي وضابط مصري في هذه الحلوم بالنسبة لي إبادة الشعب الفلسطيني في 48 في قرى بالكامل أبيدت مثل ملوك عميد قرية لو حدثت سلحي الأرقام كلهم في ذهني أسمهم لكن أشهرهم والإحنا نعرفهم دير ياسين والإبادة الرهيبة طبعا لابد أن ندرأ التهمة التي يحاول يروجها البعض عن أن الشعب الفلسطيني باع أرضه وترك أرضه هذا كلام الإحصائيات العلمية أكدت أنه لم يحدث وأنه اللي باعوا أراضيهم قلة قليلة تحت الضغط وتحت الإغراء أيضا واللي باعوا أراضيهم كمان كانوا سوريين وأجانب موجودين في فلسطين لما وجدوا هذا الصراع بعضهم باع أراضيهم الشعب الفلسطيني حاول يقاوم لكن حيقاوم عمليات إبادة ممنهجة إزاي حيقاوم عمليات إبادة ممنهجة مش دير ياسين بس ده كل القرى تعرضت لهذه الإبادة من الوسائق اللي حطيت يدي عليها مؤخرا وأنا ببحث في أرشيف اسمه أرشيف المشارع بالحكيم عمر أنا كنت متصور أن هذا الأرشيف أرشيف بيشمل وسائق صوري 23 يوليو وجدت أن معظمه بينصب على وسائق 48 من الشيء المخزي أن في هذه الوسائق تجدي أن العصابات الصهونية بتسمم الآبار وراح ضحية تسميم الآبار في فلسطين كثير من الأطفال والشيوخ والأفراد شيء بشع طبعا وكان هدفهم زي ما فيه محاولة الآن إخلاء كل الأرض من الفلسطينيين وهو التاريخ مش بيعيد نفسه هو السياق العام والأهداف العامة لهذا العدو لم تتغير وهم عندهم مسألة يجب التنبيه لها أن هم بيطرحوا أهداف بعيدة المدى ثم بعد ذلك لما يجدوا الظرف الموضوعي غير مناسب لتنفذها يتوقفوا ثم بعد ذلك يعودوا مرة سنية يتوقفوا مرحليا لغاية ما يرجعوا تاني يكملوا إبادة ويشجعهم الأوضاع السياسية وأوضاع العالم العربي وعدم قدرة العرب أنهم يتوحد وهو طبعا ديفيد بن جوريون زمان المقولة المشهورة اللي هو العجوز اليهودي المقولة بتاعته مشهورة أنه هو إسرائيل دي اللي أعلن عن قيامها في 1548 دي جزيرة صغيرة في واحة بتكرهها كل المحيطين بيها بيكرهوها وعلشان خطر تقدر تعيش لازم تشتغل التلت دول تدرب التلت دول الكبرى سوريا والعراق ومصر تمام وتستخدم بقى اللي احنا بنسميه دلوقتي حروب الجيل الرابع في التفكيك والتفتيت والإقاع بين الدول العربية وهي تقدر تحقق ده وما تقدرش تحققه لو احنا انتبهنا لذين مخططات البعيدة المادة طيب أنا لو عملت مقارنة سريعة ما بين النكبة اللي حصلت سنة 48 وما حدث فيها من تهجير ممنهج وحرب إبادة جماعية وتهجير قصري وكل ما يمكن وصفه وما يحدث الآن ما الذي تغير ايه اللي ممكن نقول هل تي تعتبر نكبة ثانية يعني أنا النهاردة لو أنا ساكن في قطاع غزة في شماله اتضرب شماله انزل للوسط جرب الوسط انزل للجنوب نزلنا الرفع خلاص بقى المخيمات حصلت أنا جاي مواجر من الشمال لا اطلع تاني كمام فانت مش سبت بيتك وازدت سبت بيتك وأهلك وبتاع وما فيش أكله وما فيش ورغم ذلك انت بتواجه حملة انك حتموت حتموت ما يعني الهجنة العصابات السيونية من الاربعينات والثلاثينات والجيش الاسرائيلي الآن نفس الشعب ايه المقارنات اللي ممكن نقولها دكتور هو صمود المحير للشعب الفلسطيني ويصدق عليه حقيقة ما قولت ياسر عرفات انه هو شعب الجبارين ده الصمود اللي هو يعني اذا ما قارننا هنا مش عايزين يتركوا ارضهم ابدا وإلا هتصفى القضية الفلسطينية المقارنة التانية اللي حياتك ممكن بتلمح لها انه مصر ايضا دورها مستمر وداعم للقضية الفلسطينية ورافض انه يتم التهجير لانه فيه مسلمة بدهية الآن انه لو حدست النجبة بالشكل احنا لسنا امام نجبة احنا امام اجرام امام ابادة محاولة ابادة جامعية لكن لو حدث التهجير هندخل بقى فيه قضية لاجئين جدد وقضية ونجبة جديدة لكن الحدث انه هذا الصمود الاسطوري للاطفال والشيوخ والشباب والمرأة الفلسطينية ده يمكن في 48 كانت المسألة بالنسبة لهم مش واضحة ربما حيخرجوا ويرجعوا تاني لكن دلوقتي لو خرجوا يبقى انتهت القضية الفلسطينية مصر بقى من 1917 حتى الآن مواقفها لا تتغييز صحيح ومواقفها سبتة ليس فقط شجب واستنكار لكن فيه جهود عسكرية ونحن شفنا ده في كذا مرحلة وفيه جهود دبلوماسية بتبذل عبر كل تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لو بنتكلم عن في وقت كان العالم يقف كده مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في قطاع غزة دول المصري كان واضح واشتغل على أكتر من مستوى الإغاثة الإنسانية كانت واحدة من الحاجات المهمة ثارت الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية لدعمها ده كان واحد من الخطوط اللي مشت على التوازي في نفس الوقت من الموقف المصري ومتلاها بقى من تبعات قامة مؤتمرات وغيرها كل ده نقدر نقول أن الموقف المصري فضل طول الوقت ثابت في دعم الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي وعلى المستوى الإغاثي ده أكيد وإحنا عندنا الوسائق التاريخية بتثبت أنه من 1917 حتى الآن ويمكن البعض ما بيلتفتش له أن القوى النعمة المصرية لعبة دور مهمة جدا فيه دعم القضية الفلسطينية إحنا دخلنا حرب ستة وخمسين وتمانية واربعين وستة وخمسين تعرضنا للمؤامرة الكبيرة نتيجة لموقفنا على فكرة مش تأميم قناة السويس بس نتيجة لرفضنا أنه يبنى السد العالي وناقض سلام مع هذا الكيان السويوني فكانت المؤامرة ستة وخمسين وبعدين دخلنا في تعرضنا لمؤامرة أخطر سبعة وستين ثم دخلنا حرب الاستنزاف ثم حرب تلاتة وسبعين ده خط كده للمواجهات العسكرية ثم السلام بتاع كامب ديفيد وأسله وغيره خط دبلوماسي آخر القوى النعمة لو حضرتك بنرجع لي الدوريات الأخبار والأهرام والمجلات والصحف المصرية من سبعة عشر حتى الآن هو خط واحد دعم القضية الفلسطينية الأفلام المصرية من تمانية واربعين حتى الآن وفي تمانية واربعين مبكرا جدا فتاة من فلسطين وأرض السلام والسراع الجبابرة وغيره أفلام مصرية تمت بي القضية الفلسطينية الأحزاب المصرية وكل القوى السياسية المصرية خط في مواجهة هذا العدو اللي استوطم بقعة مهمة من أراضي الوطن العربي الآن الدور المصري هو مستمر لكن في مسألة أنا لازم أشير لها أنه ما يصلح عسكريا فيه ظرف موضوعي بربما لا يصلح فيه ظروف موضوعية أخر نحن بنشهد الآن ميلاد نظام عالمي جديد وبالتالي كل الإرهاصات اللي احنا شايفينها سواء الفوضى اللي فيه اليمن أو اللي فيه السورية زي ما حد كنت بتقول أو العراق أو السودان أوكرانيا حتى كل دي مقدمات لميلاد نظام عالمي جديد أي تورط من مصر عسكري الآن غير مطلوب وتبقى مغامرة محفوفة بالمخاطر نمتلك سلاح راضع ونمتلك جيش قوي لكن الظرف الموضوعي ولازم نفهم ده كويس قوي لا يسمح لا يسمح أبدا وإلا الإقليم كله هيدخل فيه متاهة ربما لا يعلم ده إلا الله لذلك ومع ذلك الدور المصري ومهم وداعم ورافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير بحيث يبقى فيه نجبة تانية زي ما حتى بتشير صحيح الدكتور جمال حضرتك يمكن أشرت بالتفصيل لما حدث في 48 والدور العسكري المصري ولكن أنا عايزة توقف عند الدور الدبلوماسي الذي بدأ بتأسيس منظمة التحرير الفلسطيني كيف بدأ التأسيس كيف ساهمت مصر ما هو دور الزعيم المصري جمال عبد الناصر في احتضان ياسر عرفات ورفاقه من أجل يعني وجود كيان بيمثل الشعب الفلسطيني وتأسير هذا الأمر في وجود هذا الكيان إلى وصوله الآن إلى هي نفس الفكرة أنه يعني حتى قبل منظمة التحرير مصر كانت اقترحت حكومة عموم فلسطين وهنا ضاعت على ضاعت على القضية الفلسطينية فرصة من الفرص الضائعة أنه إحنا هنعلن حكومة هيبقى اسمها حكومة عموم فلسطين في نفس اليوم اللي هتعلن فيه يعلن فيه قيام دولة الدولة المزعومة دي أو هذا الكيان لكن الصراعات العربية ضيعت علينا في هذه الفرصة أنه يبقى كانت أصلا من 8 واربين وكانت دور مصري طبعا دور مصري وضعت علينا الفرصة نتيجة لصراع الملوك نتيجة لصراع بين الملك عبدالله والملك فاروق ضاعت هذه الفرصة وكان نحن لسه بالنادي دلوقتي بالدولة مش كده إقام الدولة لفلسطين هي كانت الحكومة دي هتقوم ويبقى دي حكومة من أيام صوتت أمم المتحدة أعمل منظمة التحرير عشان الفلسطينيين يدفعوا عن أرضهم بنفسهم الرئيس جمال عبدالناصر كان له موقف مهم جدا عبر الفترة دي كلها مؤيد وداعم للقضية الفلسطينية ولذلك احنا دفعنا التمن زي ما نقول الفلسطينيين نظرا للأهمية الاستراتيجية لفلسطين فلسطين هي خط الدفاع الأول عن مصر ويمكن الوقت ما يسعفناش عشان نقول لحضرتك أنه منذ القدم حتى الآن هذا الخط موجود فيه بالنسبة لمصر يعني منذ تاريخ المصر القديم حتى الآن عيوننا على فلسطين وداعمين لفلسطين ومعارك ومعاهدات سلام كمان تمت من أجل فلسطين في التاريخ القديم وأعتقد بأحدناتكم عارفين مجده قادش وغيرها وفي التاريخ الوسيط الحملات التي جاءت على مصر التي عرفت بالحروب الصلبية جاءت عن طريق طريق فلسطين وخارق ولما فشلوا رغم أنهم أخذوا الرهى وأنطقية وطرابلس وبيت المقدس لما فشلوا قالوا رأس القافع هي مصر فجاءت الحملات الصلبية على مصر وانتصرنا عليهم بعد ما خلصنا من الصلبين عن نفس الطريق جم المغول زي ما هذا بتقول وطلعنا لهم في عين جلود برضو إذن مصر دورها دورها ده أنا لو قلت لك أن ملوك الفراعنة زي جاز تخدام التعبير يعني ملوك يضرب ضربة فوق وضربة تحت تعمين حدود شمالية وجنوية ضربة فوق ويحط الرخامة بتاعته قدبت العصابات السينوية ومقصود بالعصابات السينوية العصابات التي تحول الاستلاء على سيناء اللي هي جزء اللي يتجزأ من مصر وينزل تحت يضرب ضربة تاعته عشان يأمن منابع نهر النيل ويحط برضو رخامة يقول أمنت منابع نهر النيل هو نفس اللي احنا بنعاني منه الآن وهي نفس هذا إيرس متواصل في الدم المصر ما فياش كلام طبعا ما فياش كلام احنا بنحي ذكرى انك بأهمية ان احنا نؤكد ونحي ذكرى انك بأ للأجيال الجديدة ده سؤال مهم جدا وانا والله يعني يعني يمكن بختلف مع بعض أساس الجامعة اللي بيقولوا ان احنا قدرنا في المدرجات وفقط اللي حياتك بتسيريه ده في منتهى الأهمية انه احنا نعمل على تنمية الوعي التاريخي والسياسي لأطفالنا ولشبابنا لانه فيه هجمة من نوع آخر شرسة جدا في الميديا يعني لما يطلع حد يكتب في الميديا يقولك احنا منا أمار فلسطين طب ازاي احنا لازم بقى نفهم الناس ان دول أشقاءنا وكمان احنا مش بنمن بمواقفنا ده خط دفاع أول عننا طبعا ده قوم المصري تمام وبالتالي اللي حضرتك بتسيريه ده مهم جدا كل وسائل التنشيئة الاجتماعية عليها انها تلعب دور وأولها طبعا الإعلام والجامعة والصحافة مناج الدراسية نفسها كله لازم يلعب دور للتنبيه لأنه هذا الدور التاريخي لمصر في مواجهة العصابات الصيونية دور مهم جدا لأمن القومي المصري بالإضافة للأمن القومي العربي وبناء علي أجيال التيك توك وأجيال اليوتيوب وكل أبنائنا الصغيرين اللي يمكن لا يعلموا شيء عن القضية الفلسطينية نوصلهم المعلومة ازاي يعني إنجاز التعبير والتساقم بردو بسؤال من نقولهم ايه عن إصراع العرب الإسرائيلي المصطلحات اللي يمكن بتبدو صعبة جدا دكتور وإحنا بنقشة في وسائل إعلام مع أجيال ربما وسيلة الترفيه عنهم فيديوهات قصيرة تمام يعني إحنا الدور يجب يعني الإعلام اللي يقوم به وإحنا عملنا موسوعة كبيرة عن مصر والقضية الفلسطينية في المجلس العادة الثقافة ونزلنا كتاب في المعرض القاهرة الدولي عن مصر والقضية الفلسطينية أيضا لازم ده الإعلام ينقله فلا يوجد ما يمنع مش ننتظر النجبة أو مناسبة النجبة لا لا يوجد ما يمنع أنه يبقى فيه عرض في كل برنامج في برامج مختلفة لجزء من الموسوعة لفصل من الموسوعة التي عملت عن مصر والقضية الفلسطينية عرض كتاب عن النجبة عرض مذكرات لقادة حرب تمانية واربعين ويجي الأستاذ مع الكتاب ويعرض لولادنا يقول لهم هذا ما حدث وهذا هو الخطر اللي تتعرض له الأمة العربية كلها هو بيثقف لولادنا من خلال عرض مادة ويعرضها بطريقة مبسطة طبعا يعني أنا ببقى سعيد جدا لما حضراتكم تستضفوني في حاجة سيه كده لأنه إحنا بنقل لولادي أنا بنقل لولادي بنقل للشارع أنه فيه خطر محضق بدأ من منذ القدم وأنا لسه كنت بكلم حضرتك قبل الهوى أنه من القرن الخامس عشر وفيه محاولات للاستيطام في سينة اليهودي الاستيطام في درسة أنا معلواتي نابليون ما كنتش عارف أن اليهود من قبل كده في درسة كاترين وكانوا بيعملوا ممحاكات ويجوا يعملوا ويحاولوا يستوطنوا والرهبان لا يجدوا إلا السلطان العثماني اللي كان الخوة القادرة في هذا الوقت فيه استنجدوا بسلطان العثماني فيطرد اليهود اللي جم والعريش بالنسبة لهم كانت مسألة مهمة جدا في مخططاتهم من النصف الثاني من القرن التاسع عشر عايزين يعودوا في العريش بتاعتنا فإحنا لازم ننبه ولادنا أنه ده خطر محضق ومستمر ويجب أن نحن نواجه بالعلم ونواجه بتمسك بالهوية المصرية كمان حتى لا ننسى ونبقى حاطين في بلنا أن مع جعل العالم كل قرية صغيرة والأجيال التانية والتالتة للدول العربية المختلفة اللي منتشرة في جميع ربوع العالم تبقى فهم قضيتها وتبقى فهم هي بتتكلم عن إيه والأساس اللي هي بتستند تمام أكيد خلاصة القولة دكتور بنشكر حضرتك شهرا جزيلا بنؤكد أن القضية الفلسطينية هي جزء يتجزأ من التاريخ المصري ربما حضرتك ألقيت محاور جديدة جدا لم نعلمها عن دور المصري في إقليم الشام من أيام الفرعنة أو من أيام القدماء المصريين وصولا بالعصول الوسطى في عين جلوت والحملات الصلبية واتساقا الآن مع الهوية المصرية في كل ما حدث في التاريخ الحديث بنشكرك دكتور جمال شهرا وستاذ التاريخ الحديث المصر على كل هذه الزوايا وكل هذا شكرا جزيلا شكرا دكتور